موسيقى كيف يوجد عنا؟ عاملين هي؟ النهاردة هي بقى فيديو مختلف شوية عن اللي احنا متعودين عليهم شوية بقى عن الألعاب والفيديو كيمتز هي بقى عن الألعاب هل يبقى خالص و هي الطويز؟ من فينا ما بحباش؟ من فينا ما بحباش؟ والفاجرات و الكلام ده؟ النهاردة بقى هكشوف لكم السر الحقيقي تكلفة الفعلية للكلام ده والإدمان بتاعي يعني الفيديو مش هيبقى بس عن انا بصرف كاما عن الكلام ده لأ اكيد لأ ابرده ناخد جولة كده وسيطة جوا مفحش الجمر بتاعي ده انا بسميه مكف الجمر هو لسه مش اكبر حاجة بس مع الوقت يبقى حاجة جمدة جدا ما انا احكيلكم ان ده الشغف بتاعي من صوري وقدرت ان انا بقى حواله الحاجة تاني جمدة جدا مش نجرب بتاخد مني فلوس وخلاص نقدر نقول بقى ان ده فيديو كده زي ما بتسموه ايه خلف الكواليس عم حياتي مع الفجرات والطويز والكلام ده هو انا ليه اصلا في الاصل بحب الانيمي والطويز والريدي جيمز والشجرز والكلام ده كله ده برضو سؤال انا سؤالت من نفس اللي انا بتشركت حياتي كلها كم عاجة كده اللي ام اول حاجة في المدرسة دي طبعا هابتش بحبها خالص ومكانش فيه حد بحبها وصغير كان فيه بقى تلات حاجات تلات حاجات تلات حاجات كان فيه تلات حاجات اللي انا بحبهم اللي انا بحبهم اللي قد تبضيح اليوم وقت كله تهريبا طبعا اول حاجة كنا بنتفرج على الانيمي وكانت زبستون دانة حاجة كنت بشتري لعب كلنا كاطفال كنا بنيشتري لعب ومحب اللعب وثالت حاجة بقى الفيديو جيمز ودي كانت نقلة كده جمده جدا فهد اي واحد زي انا كطفل كدديه هوايتي وكدقتر حاجة بتخليني مبسوط وفرحان جدا الالعاب دي انا مش معه فلس كفايا ان انا قدر اشتري تويز او فجرات كده طبعا انا برضو لسه طفل وقابل ما يدخل بقى البي سي والبلي ستيشن والكلام ده فكان في الاول خالص الانيمي انت تبقى تطف راجع الانيمي او عالكارتون عموما والتويز بقى والسجرات دي كانوا واحد بشتريها كده كل شنو فين لابن انت زي ما قدت انت طفل معك شكوز حد بقى ما دخل البلي ستيشن حياتي ودها كانت اهل حاجة حصلت بحياتي ان انا قدرت ان انا اجمع بقى الانيمي اللي انا بحب اتفرج عليك والفجر اللي انا بحب اجمعها في لعبة بلعبها فديكات حاجة من ده جدا بالنسبة لي طفلين الموضوع معي من زمان جدا ومتحف الجمر ده في حاجات جمع جدا معي من زمان خلوني يوريكو مثلا ده كده بصوا احنا حتى يعني لو حاولت يوريكو بصوا هتلاقي ان هو ايه حرفين قديم ومبايز ومتضمر ده معي بقى له مثلا اكتر من 19 سنة ده كان مجموعة كاملة ده الوحيد اللي فضل فيه وطبعا كانت اكتر حاجة واجمع حاجة بقى في الوقت ده كان اغلبية الاطفال اللي في سنة كلنا كنا بنجمعهم كانت اليوجي طبعا انا المجموعة دي ده اول مجموعة من كونامي وبيجنا ده اول مجموعة اليوجي اريجنا اللي اجيبها في حاجة طبعا مش دي اللي كانت موجودة فكنا يعني اكيب طبعا ما كانتش لسه الكلام ده متاح عندنا بس كان عندنا بقى ايه حاجة تاني خالص مختلفة خالص وهي ده اليوجي طبعا اليوجي طبعا كانت العربي كده زي ما انتو شايفين وكانت حاجة احرفية من رديئة يعني كانت رديئة جدا بس كانت هوايتنا وكان كلنا بنجمع كل الاطفال في السنة بتاعك كنا بنجمع كلنا ده الوقت بقى الموضوع بدأ يتطور معي لهواية التدميع بشكل جميل جدا فهالالوقت بقيت بجمع تقريبا اي حاجة اي حاجة بقى عربيات صدق والاهيك مثلا فيجورات بقى ريترو ونادرة وقديمة جدا باكو جام برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا وبحبها جمع جدا طرح حاجة عرفين بحبها وببقى مبسوط جدا لما بجيبها الليجو الليجو ده بتنصبع لي حاجة كده مختلفة تماما لانه مش مجرد بعد ما بخلص ببقى شكل كده بخلص لها جيرني او الرحلة نفسها الساعتين تلاتة انا بقى بجمع فيها القطاع دي انا ببقى مبسوط جدا فيها والليجو كمان جامع اكتر حاجات انا بحبها في حياتي يعني جامعلي تكنه موديل كده او شجر شكله جامل جدا بلعبة انا بحب لعبة اللي هي مينكرافت كمان حاجة انا بجمعها بايدي حاجة جامدة جدا فهمت ده collection كده جامل جدا يعني انا وجد دي حاجة بتخليني مبسوط جدا واكيد برضو مينفعش ان انا مجمعش فيديو جيمز ده برضو زي ما انتو شاكين كده حاجات كده فيديو جيمز ريترو قديمة جدا انا بحب بجمع حاجات ريترو دي جدا طيب انا لو قعد تقريكو بقى حاجات مش هنيخلص فيديو بطولة جدا فخليني برضو نكمل كده في موضوعنا ده مش البوينتر بتاع الفيديو اكبر مشكلة كده بتواجهني في الموضوع ده واللي انا بصرف جامل جدا في الموضوع ده كان الموضوع مكلف بجباء فديك حرفيا اكتر مشكلة بتواجهني كان لازم ايه لحل كان لازم فوق بس لما انا بدأت اقبر واحدة واحدة وبدأت الان انا بشتغل ش partying مشكلة دي مبعدش مشكلة كوية يا كانت مشكلة كوية جدا لما انا كنت زغير بس لما بدأت اقبر بدأ يبعد انا بشتغل معيها فلوس بدأت خلاص اقدر الى حد ما ايه بها تعمل مع مشكلة دي بشتري لنفسي موضوع جامد بس طبعا كان بقى بقى شوات مشاكل تاني كريبة اللي هو ايه مو مبسوط لما انا بشتري الكلام ده وما جمع الكلام ده يعني انا ممكن اعد اتفرج عليهم بس كاببا مبسوط فدي حاجة بتخليني مبسوط جدا فخلاص انا مش هتم بقى يجرب ان انا بقى مبسوط مع الوقت بقى لما الهواية بدأت تكبر اكتر المشكلة دي رجعت تواجهني تاني ان الحاجة دي بقيت اغلب كتير جدا فبقيت عايز اشتري حاجات اكتر فبرده حاجات لنفس المشكلة الاولانية اعمل ايه طبعا واحدة واحدة بدأت ان انا اقلل الحاجات اللي انا بشتريها شوية ان خلاص بازم اقلل صدفة بقى اتا حصل حاجة غريبة غيرت الحياتي عرفيا في الموضوع ده قليتنا اقدر اشتري اللي انا عايزه مشكلة الفلوس دي بالنسبة لي مباش مشكلة ببساطة فبقى انا مسلا كان في حاجة بيبع عندي منها اكتر من حاجة انا اسم بوقت المنهندي خمس ست كورب وكان فيجر عندي منه كذا فيجر الكلام ده خلاص انا عابل بيهم ايه كل ده اكيد مش هبعايز يعني كل ده بسعى كتير جدا وبيعضوا مني فلوس فتير جدا انا قلت جروب من الجروبات اللي انا بشتري منهم على الفيسبوك قلت مسلا اعرض ان انا ايه الفيجر ده مسلا انا حبيعه مش عايزه خلاص انا لقيت في حد بيقول ان هو هيشتري لأ وعلى طول انا مستنيتش عمجرد ما نزلت شورية حاجة وقلت ان انا عايزة بيعليت على طول الكذا حد بيتكلمني فالقلت ان في ناس كتير جدا عايزة الحاجة دي مش انا بس وفي نفس الوقت ناس كتير جدا مش عارفين يشتروا الحاجة دي من فين ومش عارفين يجيبوها الزفار هنا بقى في اللحظة دي جات لي كده وزي ما بنقول بقى ايه كذا الشرار انه بدلا ما انا عمال اشتري وبصري فلوس عالفو دي طب ما انا ممكن اشتري ليا وبيعلي ناس تاني ويبقى كله مستفيد ومبسوط حاجة جنبه جدا طبعا انا عمري ما كنت اتشاهل ان الموضوع هيجي معاك كده بصورة خالص او ان انا حايت اتشاء لي بكده يا لحظة ده كله كده حصل كده لوحدي انا موري ما كنت اتخيل دخول مع الوقت بدأ يبقى الموضوع بيجبر واحدة واحدة فبقى تواجه مشكلة تانية ان انا اصلا كده كده بشتغل فانا كده بقى عندي ضغط جامل جدا ما بين هنا وهنا ومش ادر اه انظم بين الاتنين وده كان فعلا تحدي صعب جدا جدا بس الوحيد مع الوقت كان لازم يتقلم معاه ويعرف ازاي اعمل معاه ان خلاص انت فمزم يتقول كده انا حطيت نفسي فخلاص بقى لازم الاقي نفسي ايا كده ايش اعجب ايجبت ازاي اصلا ايا كده انا لوحديها والله ايش بس عمتا ايه دي كان تلس بورك كده ان انا احاول الهواية بتاعتي اول حاجة اللي انا بحبها مش مجرب بها ان ايا بتاخد مني فلوس وكتير ولا انا كمان حاولتها لبزنس بيجيب لفلوس فبالفلوس اللي بتيجي منه بشتري اللي انا عايزي وفاق الدنيا بيت جامدة جدا نيجي بقى للسؤال الاساسي اصلا بتاع الفيديو انا بصف ريف كامل الحاجة دي يعني مش تري الحاجات دي بصلا بكامل انا لوحسب مثلا السنة اللي فاتت اللي هو خلاص كانت سعلا بداية ان انا احتم جامل بالتجميع وفي نفس الوقت الفترة اللي اتحول فيها حورة ان انا اجمع بص اليوم بيزنس كمانا فلو عنحسب بص السنة دي هنضطر ان انا نحسب شوية الفواتير دول كده هنشوف دول بقى ايه يشوف دول بكامل طيب عمزا كل حاجة من دول وليه هدف وليه استخدام يعني في حاجات اللي هو انا كنت باشتريها عشان ابيعها وفي حاجات اللي انا كنت باشتريها لنفسي برضو هنحسب كله هنشوف انا فعلا صاريف كام على كل الكلام ده كلام ده بدأ معي من شهر خمسة سنة اللي فاتت انا بقى له مثلا حوالي سبع شهور او تمن شهور يعني اقل من سنة من السنة كاملة برد في حاجات طبعا انا بنزل اشتريه بنفسي وفي حاجات انا بجيبها اونلاين وفي حاجات انا اصلا مش مع الفوتين بتآدف مش تعرف نحسبها بالزبط بس انا هحاول اقربه في حاجات طبعا انا كده 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 يبقى علي بس دي الحاجات اللي هو اقلبيتها انه بتاعلي نزلت انا اشتريتها بنفسي كده معي ايه الفترة بتآدف في الحاجات بلد ايه من بره او الحاجات اللي بجيبها من امزون مش بيبقى ايه جيها الكلام ده فش تنضر من حسين بالزبط كده انا بعد شوية تنسابات اعواجات اجاب ما يتكير جدا اعتشفت ان انا في أهل من سنة جاب شوية فجارات والعب وليجو بحوالي تسعين هاف اينيه بس يعني انا هريسه داع الرقم يركبه بس ما يشوفش اليد طب نجي لأ لسؤال مهم هارش انا الموضوع ده كان يستاهل ان انا اصرف الرقم ده هو من جير تفكير اوه كان يستاهل طبعا ان انا كنت ببقى مغابسوك جدا ايه كمان انا بس مش ضيعت الفلوس دي لأ ده همان جيت الفلوس دي وادرت ان انا احولها كمان لحاجة بتجيبلي الفلوس فهنا كده لا كنت استاهل فعلا ان انا اصرف الرقم ده طبعا الموضوع معي كان صعب وكان فيها احدات كتير جدا 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 بس انا الحمدلله درت ان انا اواجهها وموضاعب معي حسين بكتير وفعلا الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا بس الميزة لغوه دي حاجة انا بحبها جدا و دي حاجة انا ببسوط جدا و انا بعملها فعلشان كده انا مش حاسب بالصعابة و لما في اي دات وصعابات انا بقدر اواجيها و اعديها بكل سويا فبس دي كانت كل الكسة كستي مع ازاي قدرت ان انا خلي الحاجة اللي انا بشبها حاجة مش مجرب بتاخد مني فلوس لا ايه كمان حاجة بنجيب لي فلوس عشان اقدر اعملها باستمرار و كمان افضل اعملها و انا بحبها و مزاقش منها خالص و الناس اللي وصلت لحد الوحل دي من الفيديو جدا انا عايز تشكركم ان انتو يعني كس حاجة بكم انا ما بعرفش حكي الكسس اصلا فانا مش عارف انتو ازاي وصلتوا لحد دي ده بصراحة بس كل اللي انا بتمنى ان انت كمان تقدروا تعملوا كده في حقيقه و دي حاجة منك جدا بجد دي ريت تقدروا تعملوها هتبستو جدا فيها طبس كده بعد ده معنا ان الفيديو خلص اعملوا لايك بقى